السلام عليكم حبايا بقلبي يا رب تكونوا بخير ومع الفيديو اللي دايما بيطلب مني باستمرار وهو الحقن العضل ويا ريت قبل ما نبدأ نضغط لايك سريعا كده للفيديو واشتراك في القناة كلمة اشتراك هتلاقيها باللون الاحمر موجودة تحت الفيديو ونسحب الحقنة بتاعتنا وهنبدل السن اللي احنا سحبنا بيه بسن سرنجة 3 سنط جديدة خالص واهم خطوة طبعا وهي ان احنا نخرج الهوى اللي موجود في السرنجة هنقسم الالية بتاعتنا 4 تربع بالشكل ده كده احنا اتفقنا اللي احنا بنده في الربع العلوي الخارجي اللي هو بره يعني الربع ده وناخد مسحب كحول لفوق المنطقة اللي هندخل فيها ونسمي الله ونبدأ ندخل والدخلة بتاعتنا هتكون بشكل عمودي زي كده دخلت هتسبت السرنجة بتاعتك بالصبعين دول هنا كده وقبل ما تدي هتسحب سحبة بسيطة زي كده مفيش دم مطلع معايا ابدأ قدي عادي كده خلصت حط قطنة واطلع هنقسم العضلة بتاعتنا لاربع تربع بنفس الشكل ده كده وزي ما اتفقنا هندي في الربع العلوي فوق الخارجي اللي هو الربع ده وهناخد مسحب كحول ونمسك المنطقة اللي احنا هنددي فيها بنفس النظام ده كده واتدخل السن بتاعك في شكل عمودي بنفس النظام ده كده دخلت السن بتاعك هنمسك الجزء ده بالصبع ده كده وتسحب مطلعش معايا اي حاجة ابدأ ان انا قدي بنفس النظام ده كده خلصت الحقنة بتاعتي احط قطنة واطلع نيجي بقى الاعطاء الحقنة بتاعتنا هنقسم العضلة بتاعتنا اربع تربع الربع اللي احنا هينفع ندي فيه هو الربع العلوي الخارجي وهعلملك عليه بالقلم عشان تعرفه كويس الربع ده ادي فيه كل الحقن اللي انت عايزها وهناخد مسحب كحول وهنمسك الحقنة بتاعتنا في شكل عمودي ونسمي الله ونبدأ ندخل دخلنا نسبة الحقنة بتاعتنا ونبدأ نسحب سحبة بسيطة زي كده نفس النظام برضو مفيش حاجة طلعت هنبدأ ندي الحقنة بتاعتنا ببطء شوية بنفس السرعة دي كده خلصت احط قطنة واطلع وافضل ضغط لمدة دقيقتين بالزبط وكده حباب قلبي الفيديو بتاعنا خلص اتمنى لو استفدت ما تنساش تضغط لايك للفيديو اشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللي عنده اي سؤال او اي استفسار يكتبهوا لي تحت في الكومنتات وان هرد عليه والسلام عليكم